السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد الرضوان خلينا نشوف اليوم فيديو جديد من فيديوهات القناة وشكرا لمتابعتكم ودعمكم رح نحكي اليوم عن افتتاح مميز واللي هو الجامبيت الدينماركي أو دينيش جامبيت بالإنجليزي ليش هو مميز لأنه بالعادة الجامبيت بيكون بتضحية بيضاق في سبيل الانتشار ولكن هذا الجامبيت رح يكون فيه تضحية بيضاقين في سبيل الانتشار مضاعف فخلينا نشوف كيف بيبلش بيبلش إي فور إي فايف من اللاعب الأسواد دي فور إي تيكس دي والنقلة الميز جامبيت الدينماركي هي سي ثري هلا اللاعب الأسواد إذا أخذ أول تضحية بالبيضاق طبعا البيضاق دي فور هو كان أيضا تضحية بيشوب على السي فور وهلا البيضاق التالت بسقط مقابل البيضاق الأسواد الوحيد هذا هو الشكل المميز للإفتتاح الدينماركي منلاحظ الانتشار العنيف للأسواد في لين وأوتار مفتوحة للوزير للأفيال بينما الأسواد ما عنده أي انتشار هلا هون اللاعب الأسواد عنده عدة خيارات ممكن يبلش بانتشار مع تيمبو بنقلة الفيل مثلا أو ممكن دي ثري ولكن نقلة أو ممكن اكوين على الإي سيفن طبعا هاي النقلات إذا كنت مستعد للقتال مستعد للدفاع ضد انتشار الأبيض هذا في حال تمكنت من الدفاع والتماسك والنجاح بالحفظ موقفك فأنت رح تربح ولكن هاي المهمة صعبة فلذلك أنا أفضل رد بقترحه وبنصح فيه ضد الجانبيت دينماركي هو دي فور وتضحية بالبيضاء دي فور طبعا هون إذا أخذ بالبيضاء خلاص تمام هذا الوتر تسكر على الفيل وهذا الشي بيعطينا مجال للانتشار مثلا بالحصان وبيعطينا وقت يعني لحتى إنه ضبط وضعناك لعب أسواد وإنما إذا أكل بالفيل هاي الفكرة من التضحية إنه رح نلعب لحصان ونهدد هاد الفيل وهيك بصير اللاعب الأبيض أمام خيارين أما إنه يرجع بالفيل وهيك بصير عنا تكسير الوزراء وتكسير الوزراء هون بيساعد كتير بتخفيف الضغط على اللاعب الأسواد واللاعب الأسواد بيظل متقدم ببيضاء أو إنه ينجبر على تكسير هذا الفيل وأيضا هذا الفيل أطعاء هجومية مهمة جدا بهذا الافتتاح فتكسيره رح يساعد اللاعب الأسواد على الحفاظ على موقفه فهون اللاعب الأبيض عنده نقلة زكية شوي شو هي هي النقلة؟ هي بشوب تيكس الـ F7 عن اللاعب الأسواد هون مضطر يأخذ الفيل ويترك الوزير بدون حماية هل هو حقا بدون حماية؟ هل اللاعب الأسواد كسب اللاعب الأبيض كسب وزير؟ طبعا لا لأنه في عنا كشف الفيل وكشف مع الوزير كشف الوزير على الرخ هلأ اللاعب الأبيض الأفضل لأنه يرجع بالوزير رح يأخذ الوزير رح يأخذ الحصان هون اللاعب الأسواد ممكن يلعب الرخ على الـ E8 هلأ هيك منلاحظ أنه اللاعب الأسواد رجع للأبيض البيضاءين اللي أخدون مقابل حرر وضعه بشكل كامل ومقابل صار عنده ميزة استراتيجية اللي هي أغلبية البياضق بجناح الوزير ملاحظة لتبياضق مقابل بيضاء واحد وأيضا في عنا أغلبية بياضق لللاعب الأبيض بجناح الملك طبعا أربعة مقابل اثنين فالخطة هون رح تكون سهلة لللاعب الأسواد هي التقدم بالبياضق ولكن تقدم بحزار تقدم بالبياضق وخلط جندي سالك أو جنديين سالكين الخطة أظن رح تكون نفسها لجناح الملك الأبيض ولكن أظن بالنسبة لللاعب الأسواد رح تكون أسهل ليش؟ لأنه اللاعب الأسواد عنده الملك موجود بجناح الملك رح يدافع رح يدافع عن جناح الملك ويعيق تقدم البياضق فهيك بيصير دور الأسواد سهل جدا وهيك بيكون تخلصنا من الهجوم العنيف والتكتيك العنيف لجانبيت الملك هذا بشكل لجانبيت ديناماركي عفوان هذا بشكل عام هذا الخط الأنساب لللاعبين المبتدئين ممكن إذا أنت كنت محضر للتكتيك عالي ممكن تلعب خط غيره هلأ رح نشوف واحد من أهم أدوار وأجمل أدوار جانبيت ديناماركي هالمباراة لعبت عام 1868 بين بوتر ويليامز وماثيو إن أو إن ماثيو وبلشت المباراة بE4, E5, D4, E-Tex, D4, C3 وهذا الجانبيت الدينماركي هون اللاعب الأسود لعب C5 يحمي البيضة ويرفض الجانبيت الحقيقة أفضل طريقة لرفض الجانبيت هي الـ D4 ولكن هون اللاعب الأسود لعب C4 وهذا بيعطينا الضعف بمعسكر الأسود هنا المربعين D5 و D6 فالنقلة تعتبر ضعيفة Knight F3 D6 بيشوب على C4 Knight C6 تبيت D3 هون اللاعب الأسود قرر يضحي بجندي وما يأخذ لحتى ما يعطي نقلة انتشارية لللاعب الأبيض خلال انتشار حصانه فقرر أنه يضحي بهذا البيداء ويلعب D3 ويحرم الحصان من الخانة الأساسية إلو اللي هي الخانة D3 ولكن أظن هاي الفكرة خاطئة وخصوصا بهذا الموقف وخصوصا بالنسبة للمبتدئين بالنسبة للمبتدئين المكسب المادي أهم بكتير من الميزات الاستراتيجية البسيطة مثل حرمان لحصان الانتشار على C3 فكان الأفضل أنه يأخذ البيداء C3 هون بيكفي اللاعب الأبيض بالنقلة ROK E1 اللاعب الأسود هون بلعب بشوب على G4 وبربط لحصان على الوزير فاللاعب الأسود متأخر بالانتشار وعنده الملك عالق بالوساط وما بقدر يبيت فهي النقلة ممكن كانت عم يفكر اللاعب الأسود أنه يبيت على جناح الوزير فلذلك اللاعب الأبيض لازم يأسرع بفتح الوساط للبدء بهجوم قبل ما يستطيع اللاعب الأسود أنه يضبط وضعه ويأمن ملكه فلذلك اللاعب النقلة القوية E5 على ما يبدو أنه E5 هي تضحية ببيضاء ولكن في وراها فخ زكي راح نشوفه الآن اللاعب الأسود بيكمل بياخد البيضاء على E5 وبيعطي ضغط كبير على الحصان موجود F3 وهو حصان المربوط وهون الفخ اللاعب الأسود بيقول له بدك تاخد الوزير خود الوزير وبياخد الحصان على E5 وبيترك وزيره كطعم اللاعب الأسود بياخد الوزير الآن أوقف الفيديو وحاول تلاقي أفضل نقلة اللاعب الأبيض إذا كنت اخترت النقلة بيشوب تيكس F7 فبحب أقول لك أنه خيارها خطأ هاي النقلة بتعطي الأسود أفضلية كبيرة فبعد الملك على E7 اللاعب الأسود ما عنده اللاعب الأبيض ما عنده أي شي فمثلا هاي النقلة كان ممكن تكون كشمات في حال ما كان هذا الحصان موجود ولكن بهذا الحصان رح يغطي وهيك اللاعب الأسود بيستطيع يدافع جيدا عن الملك وهون إذا صار في عنا على أمل أنه ياخد الوزير الملك رح ياخد الفيل رح ياخد الوزير مع كيش الملك الرخ رح تاخد الحصان وهون الرخ رح تاخد الفيل ومثل ما شايفين الوضع لصالح الأسود لأنه عنده بيادق كتيرة وزيادة هون في عنا أفضل يلا اللاعب الأسود إذن ما هي هي النقلة الصحيحة وإنما النقلة الصحيحة هون هي البشوب على البي فايف مع كيش الملك رح يروح على ال E7 والآن البشوب على ال جي فايف مع كيش طبعا هون إذا راح الملك على ال E6 رح ياخد الحصان البيداء D3 مع كيش بالرخ والوزير رح يطير وهيك رح يكون فيه عنا أفضلية كبيرة للاعب الأبيض فلذلك هون اللاعب راح لعب البيداء على ال F6 وصارت النهاية اللي بدنا نحكي عنها ولكن هون سؤال الفيديو شو رح يصير إذا كان لعب الأسود لعب الاحصان على ال F6 لحتى يغطي بالكيش بالحصان الحقيقة هالسؤال سهل ما صعبت الكونياء الحال هو عبارة نقلة وحدة ففكر فيها وكتبنا الجواب بالطعليقات الآن نرجع للوضع اللاعب الأسود هون لعب الاحصان لعب البيداء على ال F6 اللاعب الأسود بيرد بحصان G6 كيش الملك ما له غير مربع واحد واللي هو ال F7 الحصان بياخد الروخ مع كيش ما تشوف المات الجميلة الحصان بالزاوي وعاطي كيش مات للاعب الأسود اللاعب الأسود ما عنده أي نقلة للملك ما عنده الحصان بالزاوي فهذا كان دور لليوم كان دور جميل جدا لغبار عليه شكرا لمتابعتكم نلتقي مجددا بفيديوهات جديدة في أدوار كتير جميلة بجامبيت دينماركي ممكن نشوفها قريبا إن شاء الله نلتقي مجددا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة